إيران بدأت باستغلال انشغال الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان من أجل تحقيق عدد من الأمور الاستراتيجية التي تبحث عنها وانشغال الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان وصل إلى أعلى درجاته إلى درجة أنهم أدخلوا يو أس أس رونالد ريغان حاملة طائرات الأمريكية المشهورة والمعروفة إلى العمليات من أجل تأمين عملية الانسحاب من أفغانستان بشكل آمن وكامل ولوحظت حقيقة في الأقمار الصناعية بهذا الشكل هذه الصورة التي هي قادمة من الأقمار الصناعية وهي موجودة في هذه النقطة تحديدا هذه هي الأراضي الباكستانية دايستخدمون الأراضي الباكستانية في عملية النقل حقيقة لهؤلاء الناس اللي هم دايسون لهم إجلاء من كابل مباشرة إلى الخليج العربي بشكل مباشر وطبعا إذا ردنا نلقي نظرة على طبيعة التراك الطائرات وكيف هي تتحرك فهي بهذا الشكل تتنقل طبعا يو اس اس رونالد ريجن هي موجودة في هذه النقطة فواضح أنه الحركة كلها تتمر من فوق يو اس اس رونالد ريجن بوينغ سي سبنتين اي غلوب ماستر المشهورة التي شهدنا سقوط منها عدد من الأفغانين وأصبحت هذه طائرة مشهورة وعدد من الطائرات الأخرى وكذلك طائرات حربية تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية الآن واللي هي طبعا طائرات الاف ثمنتعش سوبر هورنت التي هي طبعا تنطلق هذا هو موقع يو اس اس رونالد ريجن كما تحدثنا اللي هي طبعا تتعبر مسافات كبيرة جدا هذه الاف ثمنتعش تتوصل إلى الف ميتين كيلومتر من أجل الوصول إلى العاصمة كابل من أجل تأمينها ليش لأن هناك سبب مهم جدا أن هناك عشرة آلاف من المواطنين الأمريكيين حتى هذه اللحظة عدى الناس اللي هم طبعا موجودين وعاونوا الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى الترجمة على مستوى معاونتهم بالأمور اللوجستية وغيرها يحاولون أن يؤمنون خروجهم لأن هؤلاء العشرة آلاف تحديدا الأمريكيين هم لا زالوا خارج مطار كابل لا زالوا في كابل وحول كابل وطبعا هذا الموضوع متحول حتى هذه اللحظة بشكل ضغط على أمريكا وزاد الضغط بشكل كبير على إدارة بايدن في هذه الفترة قبل 48 ساعة أضيف هذا العامل الضغط اللي هو ملف نشر من الولستريت جنرل وتقرير مهم جدا يتحدث عن أن 25 دبلوماسيين أبلغوا بايدن قبل أن ينسحب من أفغانستان بأنه إذا انسحبت يا بايدن سيكون سقوط كابل سريع وسريع جدا ولكن إدارة بايدن لم تستمع إلى هذا الموضوع لذلك الضغط والانشغال واضح جدا على إدارة بايدن وهذا الأمر الذي بدأت إيران تستغله وتحديدا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي يعمل على سياسات خارجية مهمة جدا الآن أولويته في السياسات الخارجية كما أعلنه وتواصل هي طبعا مع روسيا بالدرجة الأساس وكذلك مع الصين أيضا هذه هي الأولويات بالنسبة لهم يريد أن يوطد العلاقات يريد العودة وتوسيع الاتفاقيات اتفاقيات العمل المشتركة التي وقعت مع البلدين بشكل أكبر لأن هذه الدولتين لديها حقيقة حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي وكذلك على المدى البعيد للخلاص من العقوبات التي ممكن أن تفرض من أي إدارة أمريكية العقوبات الاقتصادية التي تؤثر على إيران وبالتالي هذه السياسة التوجه إلى الشرق التي أبحث عنها أبراهيم رئيسي من أجل الوصول إلى نتائج أنه مهما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لن نتأثر أبدا بالإضافة إلى ذلك إلى مؤتمر بغداد لدول الجوار أما المهمة المرتقبة أن إبراهيم رئيسي أصلاً تواصل مع الرئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي حول هذا الأمر وهناك تطلع من إيران لهذا الموضوع وهناك رغبة في التقارب أيضاً مع السعودية وهذا كل من أجل طبعاً تهيئة ظروف مهمة جداً يبحث عنها إبراهيم رئيسي ألا وهو تحقيق نجاح في السياسات الداخلية بالنسبة إلا ليش؟ السياسات الداخلية طبعاً بالنسبة لإبراهيم رئيسي أساسيات هناك عدد من الأساسيات التي يبحث عنها أهم الأمور هي طبعاً الكورونا فيروس وكذلك الأمور الاقتصادية لأنه عنده مشكلة في قضية طبعاً الإصابات في الكورونا من 83 مليون مواطن إيراني فقط 5.4 مليون هم اللي أخذوا جرعتين من لقاح الكورونا بالإضافة إلى ذلك أنه أصلاً عنده إصابات حتى يومنا هذا وصلت إلى 4.5 مليون عدى طبعاً المئة ألف إيراني الذين توفوا بسبب كورونا فيروس منذ تفشي الوباء فهو محتاج إلى العمل والعمل بجدية على قضية اللقاحات وزيادة الحملة الوطنية للقاحات من أجل تحسين القضية المهمة جداً وهي الاقتصاد لأن الاقتصاد الإيراني فيه مشاكل كبيرة حتى يومنا هذا إذا ألقينا نظر على الإحصائيات ستفسر لماذا هناك تظاهرات ومشاكل داخلية مستمرة يعني على سبيل المثال الانفليش الريت اللي هو طبعاً التضخم الآن في إيران وصل إلى 43.60% تضخم عالي جداً على المواطن الإيراني بالإضافة إلى ذلك أنه قضية الأسعار وتكلفة الغذاء أو الأغذية الأساسية للمواطن الإيراني أيضاً مرتفعة بنسبة 60% يضاف إلى ذلك أن العقوبات التي فرضت من الولايات المتحدة الأمريكية كذلك إلى الكورونافيروس زادت من قضية البطالة في إيران وصلت إلى 9.40% قد يراها البعض بأن هذه نسبة عادية جداً لا أبداً المفروض هي تكون 2% في الحالات الجيدة والحالات المثالية بالنسبة طبعاً للبطالة بالإضافة إلى ذلك أنهم خسروا مليون ونص حقيقة وظيفة بسبب ما قلناه وهو العقوبات الأمريكية وكذلك قضية الكورونافيروس فلذلك طبعاً بالنسبة للإيرانيين هذا الموضوع يعلمون جيداً ويعلم إبراهيم رئيسي أن هذا الموضوع هو يحتاج إلى العمل الكثير ولكن هذه الاستراتيجيات التي يعمل عليها إبراهيم رئيسي هي على المدى البعيد هي ليست على المدى القريب لذلك هو مضطر غصباً عنه أن يعود إلى الاتفاقية النووية وأن يتعاون مع واشنطن وهذا ما قالته طبعاً وأكدته أكده حقيقة معهد المعهد الأسترالي للدراسات الاستراتيجية شو شو اللي قال بهذا الأساس الاتفاق النووي الجديد يشكل حتمية وجودية بالنسبة لإيران وبقدر ما يكره خامنئي فكرة إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة فإنه يدرك هذه الحقيقة وطبعاً هذا هو المفصل الذي تعمل عليه إسرائيل الآن خلال هذا الأسبوع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت سيكون في لقاء مهم جداً في واشنطن مع الرئيس الأمريكي جو بايدن جو بايدن هو الذي دعا نفتالي بنت وبالتالي المحور الرئيسي سيكون إيران والتحليلات كثيرة وكبيرة جداً بحسب جروزهم بوست عما يمكن أن يحققه بنت حول قضية العودة إلى الاتفاقية النووية وطبعاً السيناريو المماثل والمثالي بالنسبة للإسرائيليين هو عدم العودة إلى الاتفاقية النووية وإعادة الضغوط القصوى على إيران بشكل أكبر ليش؟ لأنه الإسرائيليين يعرفون تماماً إذا ما تمت العودة إلى الاتفاقية النووية بأي شكل من الأشكال فبالنسبة لإبراهيم رئيسي هذه أخبار جيدة سيستطيع من تحقيق الكثير مع روسيا والصين كما تحدثنا سيقضي أيضاً على الكورونا فيروس رح تدخل كل اللقاحات آخر التكنولوجيا المطلوبة التي يعانون منها بشكل كبير وكذلك الاقتصاد سيحقيقة يصل إلى نتيجة كبيرة جداً ورح ينتعش من جديد وبالتالي تخف التظاهرات والتوجه إلى الشرق سيلعب دوراً كبيراً جداً بالنسبة لإيران لكي تستغني عن الغرب وعن الجميع ويصلون إلى القنبلة النووية هذه العقلية الإسرائيلية التي يفكرون بها لذلك نحن أمامه فعلاً ظروف كبيرة جداً تنتظر حقيقة إيران تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية وتظل الأسئلة الكبيرة كيف ستتعامل الولايات المتحدة الأمريكية وهل هناك فرصة للعراق للاستقرار من كل هذه القصة